منذ حوالي أسبوعين أو أكثر قمنا بنشر حلقة على كيفية إنشاء قناة يوتيوب أجنبية وقد قلت في تلك الحلقة أن الدخل من المحتوى الأجنبي أكبر بأضعاف وأضعاب من المحتوى العربي وبما أن الذكاء الاصطناعي موجود لهم على الساحة أصبح بإمكاننا إنشاء قناة يوتيوب أجنبية وأيضا نشر فيديوهات باللغة الأجنبية وهنا إذا لاحظتم شباب أن القناة الخاصة به غير نشطة يعني أنني نشرت فيديو منذ ثلاثة أسابيع ومنذ يومين نشرت فيديو آخر لتنشيط القناة علينا بفتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مربوطة بهذه القناة على سبب المثال ثم بفتح حساب على التكتوك بنفس اسم القناة وبنفس لغو القناة وأقوم أيضا بنشر الفيديوهات وأضع رابط القناة على التكتوك بهذه الطريقة سوف أجلب مشاهدين ومشتركين للقناة الخاصة به وكذلك على صفحتي في الانستجرام وعلى صفحتي في الفيسبوك وأيضا علي بنشر فيديوهات شورتس على آخر القناة حتى أتحصل على عدد كبير من المشاهدات وعدد كبير أيضا من المشتركين وهذا هو موضوع حلقتنا اليوم سوف نقوم بإنشاء مئة فيديو شورتس بالذكاء الاصطناعي وبضغط زر ثم سنقوم بوضع على هذه القناة وسنجعل اليوتيوب ينشر لنا ثلاثة فيديوهات شورتس في اليوم وبعد نفس الفيديوهات نقوم بنشرها على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي وبهذه الطريقة سنقوم بتنشيط قناتنا وبجلب زوار ومشتركين جدد إلى القناة الخاصة بنا وسنربح من مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا سنربح من قناة اليوتيوب وفي هذه الحلقة سوف نقدم لكم هدية ممتازة وممتازة جدا منذ مدة نشرت حلقة على كيفية العصول على عساب كامبا برو مجاني لكن شاهدت بعض التعليق من بعض الأصدقاء أنهم لا يستطيعون فتح الروابط فعدت إلى الروابط وبالطبع وجدت أن الروابط لا تفتح هذا ما يعني أن الطريقة أو الاستراتيجية التي قدمتها في تلك الحلقة لم تعد دعم لذلك اليوم سأقدم لكم طريقة جديدة وسهلة جدا للحصول على عساب كامبا برو مجاني ولا نطلب منكم أجر شباب من أجل هذه الهدية كلما نطلب منكم وضع لايك للفيديو والاشتراك في القناة وأيضا تعليق صغير تكتبون فيه نعم أم لا يعني أل حصلتم على كامبا برو نعم أم لم تحصلوا تكتبون لا هذا ما أطلب منكم وفي هذه الحلقة سوف نتطرق إلى محورين المحور الأول هو إنشاء مئة فيديو شورتس بضغطة زر والمحور الثاني سيكون كيفية جعل اليوتيوب ينشر لنا ثلاثة فيديوهات كل يوم دون التدخل منه لنذهب للشرح والإنشاء المئة فيديو كل ما علينا فعله هو الذهاب إلى شات جي بي تي انظروا وضع ماذا تربطوا من شات جي بي تي صديق شات جي بي تي أريد اكتباسات تحفيزية على الحياة لذلك سأعلمكم ماذا أريد بالضبط الاختباس يجب أن يكون متكون من جزئين الجزء الأول يجب أن تكون عبارة مثيرة تجلب المشاهد لمشاهدة الجزء الثاني وبعد في إنشاء الفيديوهات سأريكم لماذا جزئين سوف أعطيك مثال الجزء الأول الحياة قد تكون صعبة في بعض الأعيان ولكن السعاب تجعلنا أقوى الجزء الثاني لا تستسلم أبدا واستمر في الصعي نحو أحلامك هل فهمت ماذا أريد؟ وبما أن قناتنا بالمحتوى الأجنبي وباللغة الأنجليزية سأترجم هذا الطلب باللغة الأنجليزية وأذهب إلى تشات جي بي تي وأضعه هنا ثم أقوب بالدردشة انظروا هنا نعم فهمت ما تبحثوا عنه تريد اقتباس تحفيزين أن الحياة تكون من جزء يجب أن يكون الجزء الأول عبارة مثيرة تجلب الانتباه يعني أن تشات جي بي تي فهم ماذا نريد وهنا كما تشاهدون أعطانا بعض الأمثلة الجزء الأول من نسيج الحياة الواسعة نمسك جميعا بفرشيات لإنشاء تحفاتنا الفنية الجزء الثاني نغمس بألوان نامذة بالحياة وأرسم ضربات جريئة وضع قصة غير العادية تكتشف وأنا يقول لنا أتمنى أن تجد هذا الميثال تحفيزيا وملئبا يرجع إعلامي إذا كان هناك أي شيء آخر يمكنني مساعدتك فيه نعم نحن نريد مساعدة أخرى ولعد هنا تلبت منه أن يكتب لي مئة اقتباس بهذا الأسلوب وأيضا تلبت منه أن يضعون في جدول ولماذا في جدول؟ هذا ما سنكتشفه بعد قليل سأعود إلى تشار جي بي تي وأضع طلبي هنا بالهيوغا الأنجليزية ثم أقوم بالدردشة لاحظوا هنا تها قد بدأ في إنشاء الجد بعد الانتهاء سأعود إليكم شاهدوا هنا عندما انتهي من الكتابة دون الوصول إلى المئة اقتباس سأضع له هذه الكلمة كونتينو أو واصل وأقوم بالدردشة وبالتبع سيكمل الكتابة أعود إليكم بعد قليل وهنا شباب تشار جي بي تي انتهى من العمل لاحظوا هنا هذا الجدول الأول ثم قلت له كونتينو هذا الجدول الثاني وأيضا كونتينو هذا الجدول الثالث وقد انتهى هناك ما تشاهدون الآن لإنشاء هذه الفيديوهات كل ما علينا أفعله هو التحول إلى موقع Canva وموقع Canva كمنا بالتحدث عليه كثيرا في مما ذا في الحلقات السابقة كل ما علينا أفعله هو الذهاب هنا إنشاء تصميم أضغط عليها وبعد ذلك أبحث على فيديو تيك توك هذا هو فيديو تيك توك أضغط عليها وسنتحول إلى صفحة العمل لإنشاء فيديو تولي يعني فيديو توك توك الذي أيضا نستطيع وضعه على الفيديو شورتس هنا كما تشاهدون يقدم لنا عدة قوالب نحن سلاما على الاختباسات لذلك سأذهب هنا إلى منطقة البحث وأضع اكتباس ثم أقوم بالبحث ولاحظ هنا أن أقدم لنا العديد والعديد من القوالب الجائزة التي نستطيع استعمالها سأختار على سبيل المثال هذا القالب سأقوم بالضغط عليه ويتحول هنا إلى منطقة العمل الآن كل ما علي فعله هو حذف هذه الكتابة وأيضا هذه وبعد ذلك نعود إلى تشات جيبيتي ونبحث على أطول اقتباس في هذه الاقتباسات نأخذها الكوب على سبيل المثال سأأخذ هذا الجزء ثم أعود إلى موقع كامب أضغط هنا على تيكس ثم أجو تيان تيتر وبعد ذلك أضيف النص هنا الآن أقوم بتعديل هذا النص حتى يظهر على كامل الفيديو بطريقة احترافية لأننا من هذا الفيديو سنتقوم بإنشاء مهد فيديو بنفس الشك قوم بتصغيري على سبيل المثال قليلا هكذا أضعه في الأعلى وهكذا على سبيل المثال أستطيع تغيير لونه من هنا وأختار أي لون أريده بالضغط هنا وأيضا أستطيع إضافة إفاكت من هنا أستطيع اختيار أي إفاكت على سبيل المثال هذا هذا الكثير من الأنمار أو بهذه الطريقة أيضا وأستطيع أيضا تغيير الخلفية من هنا بالضغط هنا ثم أضعه على سبيل المثال باللون الأصفر هكذا ستتغير الخلفية الآن سأقوم هنا بتعديل هذا النص وأعود إليك هكذا ممتاز أنتم تستطيعون إضافة ماذا تريدون على هذا النص ثم سنقوم بالتعليم على هذا النص وبعد ذلك سنذب هنا ونضغط على ديبليكير نضغط عليها ثم سنأخذ النص ونضعه في الأسفل هنا على سبيل المثال هكذا جيد الآن شباب كل ما علي فعله هو العودة إلى تشات جي بي تي من جديد وأقوم بأخذ الجزء الثاني من النص وبعد ذلك عود إلى كانفا وعلم على الجزء الثاني ثم أقوم بإلساقي هنا ممتاز وبعد ذلك يا شباب أقوم بالتعليم على النص الأول ثم الآن سنزعله يظهر في أول أربعة أو خمسة ثواني من بداية الفيديو وبعد ذلك يختفي ويظهر الجزء الثاني أقوم بالتعليم على النص وبعد ذلك أضغط على الزر الأيمن لماوس ثم أضغط هنا إلى أفشي لدي أو جعل الوقت أضغط عليها وهذا هو النص كما تشاهدون سأجعله يظهر في أربعة ثواني على سبيل المثال هكذا ممتاز الآن سأصحب أرض يختفي النص الأول هكذا ثم أضغط على النص الثاني وبنفس الطريق وأقوم بسحبه هنا كما تشاهدون ثم أضعه أيضا لمدة أربعة ثواني ثم أقوم بتصغيره الآن أقوم بتصغيره أيضا كامل الفيديو من هنا الآن كلما علي فعله التعليم على النص الأول هكذا ثم أضغط هنا على كلمة أنيمي وأقوم بإضافة أي إفاكت من هنا سأختار على سبيل المثال هذه الإفاكت وبعد ذلك النص الثاني نفس الشيء ونفس الإفاكت الآن سنقوم بمشاهدة الفيديو هذا النص الأول ثم هذا النص الثاني هكذا ممتاز الآن كلما علينا فعله هو إضافة موسيقى لهذا الفيديو حتى يظهر المقطع الخاص بنا بأكثر احترافية أذهب هنا إلى إليمو وبعد ذلك نضع الكلمة الخاصة بنا وهي ارتباسات في العيات هذه ثم نذهب هنا إلى الأسفل ونبحث على أوديو وبعد ذلك هذه هي الموسيقى كما تشاهدون نضغط هنا على سبيل المثال أو هذه أو هذه وأيضا إذا أردتم تحميل الموسيقى تستطيعون فعل ذلك لكن يجب أن تكون الموسيقى مجانية حتى تستطيعون استعمالها في قناة اليوتيوب والمواقع التي تعطيكم موسيقى مجانية كثيرة وكثيرة جدا يكفي أن تبحثوا عبر مستر جوجل بعد أن تجدوا الموسيقى التي تريدون تحميلها تضغطون هنا على أم بورتي وتقومون بتحميل الموسيقى مثل ما قمت أنا بتحميلها هنا أضغط على الموسيقى الآن سأقوم بقطع هذه قليلا هكذا ثم سأصحبها من الأول سأستمع الآن هكذا ممتاز الآن كنا ما علينا فعله هو الذهاب هنا إلى الخانة الأخيرة هنا أبليكاسيون أو التطبيقات نضغط عليها وبعد ذلك أذهب إلى الهسف القليل وأضغط على هذه الخانة Create a block أو إنشاء بكميات كبيرة نضغط عليها وبعد ذلك نضغط على هذه الخانة وتعني إدخال البيانات يدوي نضغط عليها بعد ذلك نضغط هنا على إفصيل التبلو أو مسح الجدول وبعد ذلك نعود إلى ChatGPT من جديد هذا هو الجدول الموجود على ChatGPT سنأخذه Copy من اليمين إلى اليسار كله ثم سنعود إلى الجدول الأخرى Copy وبعد ذلك نعود إلى Canva من جديد ووضع كل شيء هنا كله بهذه التاريخ كما تشاهدون بعد ذلك أضغط على تربينية من هنا ولاحظ هنا لو ظهرت لكم هذه الأجزاء هنا فهذا كله يعني تمام وأيضا هنا لو تلاحظون أن نقمنا بالخطوة الأولى ثم ثانية وما زالت الخطوة الثالثة بعد ذلك نقوم بالتعليم على النص الأول هنا ثم نضغط على الزر الأيمن للموس ونذهب هنا إلى Connected Lead ونقوم بربط النص الأول مع النص الثاني كيف ذلك؟ نذهب هنا بما أننا علمنا على النص الأول سنقوم بربطه هنا بالخانة الثانية يعني بالنص الثاني نضغط عليه لاحظوا هنا تم الربط ثم نضغط على النص الثاني وأيضا بالزر الأيمن للموس Connected Lead والآن النص الثاني نقوم بربطه بالنص الأول وهنا كما تلاحظون تم الربط لاحظوا هنا هذه كل الفيديوهات التي سنقوم بتوليدها الآن وهي 19 فيديو نضغط هنا على توليد التسعة عشر صفحة نتحول كما تشاهدون إلى صفحة ثانية والآن انظروا تم توليد التسعة عشر فيديو الآن سنقوم بالتشغيل هذا الفيديو الأول ثم هذا النص الثاني من الفيديو الأول هذا الفيديو الثاني وهذا النص الثاني الآن شباب علينا بتعميل كل هذه الفيديوهات نضغط هنا على بارتاجي بعد ذلك نذهب هنا إلى تيلي شارجي ثم هنا كما تلاحظون فيديو أمبي كات سنذهب هنا إلى هذه الخانة ونضغط على تيلي شارجي لباج عندي فرع في شيء بما معنى أننا علينا أن نحمل كل فيديو لوحتي سأعلم على هذه الخانة أضغط هنا على تيلي شارجي وأنتظر قليلا حتى يتم تحميل الفيديوهات وأول شباب الملف الذي يوجد فيه كل الفيديوهات هو ملف مضغوط سنقوم الآن بنضغط على الزر الأيمن للماوس وبعد ذلك إكستراك تير ولاعظوا هذه هي كل الفيديوهات 19 فيديو وأيضا شباب في الجدل الثاني الذي قدمه لنا جيبي ديو قمت بتغيير الخلفية وأيضا قمت بوضع النصوص وهذا ما تحصلت عليه الآن سنتبع الخطوات التي قمنا بها في الجزء الأول سنضغونا إلى أبليكاسيون نضغط عليها لكن لاحظوا هنا أنكم لن تجدوا كريا أم بلوك لماذا؟ لأنها تحولت في يد الخانة نذهب إلى الأسفل سنجدوها هنا نضغط عليها بعد ذلك إدخال البيانات يدويا نضغط عليها أقوم بمسع هذا الجدول ثم أعود إلى تشات جي بي تي من جديد وأأخذ كل هذا الجدول كوبي من اليمين إلى اليسار ثم أعود إلى الجدول من جديد وأضعه هنا كله وهذا هو الجدول الخاص بنا كما تشاهدون 15 ميديو أضغط هنا على ترميني بعد ذلك نضغط على النص الأول هنا ثم على الزر الأيمن للماوس وبعد ذلك كنك تيلي دونير ونقوم بربطها مع الجزء الثاني أضغط عليها بعد ذلك نذهب إلى النص الثاني ثم أضغط على الزر الأيمن للماوس وبعد ذلك كنك تيلي دونير ونقوم بربطها مع النص الأول بعد ذلك كونتيني وبعد ذلك توليد الخمسة عشر فيديو هكذا ممتاز الآن سأقوم بتحميله تلي شارجين بارتاجين ثم تلي شارجين وبعد ذلك أعلم على هذه الخانة وبعد ذلك تلي شارجين سأنتظر قليلا حتى ينتهي من التحميل وهذه هي كل الفيديوهات كما تشاهدوه إذن هكذا ممتاز الآن شباب أقوم بنفس الطريقة على الجدول الثالث وهكذا دوالي حتى أتحصل على الفيديو والآن شباب للحصول على كامفا برو مجانا كل ما علينا فعله هو الذهاب إلى متصفح جديد هكذا أو إلى المتصفح الذي نريد أن نفتح عليه برنامج كامفا نذهب هنا إلى خانة البحث ونضع هذه الكلمة بينغو تينغو كامفا هذه هي الكلمة بينغو تينغو كامفا لنستطيع شباب وضعها في صندوق الوصف أسفل الفيديو لأن سياسات يوتيوب تمنع علينا ذلك سأضغط هنا على البحث الأول باست سوسيال مادية بلاتفور نضغط عليها وسنتحول إلى هذا الموقع كما تشاهدون نذهب إلى الأسفل حتى نجد هذه البارة الصفراء هنا وننتظر حتى ينتهي هذا العداد سننتظر لمدة واحد دقيق بعد الانتهاء سأعود إليكم لاحظوا الآن انتهى العداد من العد سنضغط هنا على دون لود نضغط عليها سنتحول إلى هذه الصفحة سنضغط على الخانة الأولى نضغط عليها و هنا كما تشاهدون تحصلنا على كامفا برو بهذه السؤولة نضغط على جي كوم بغي وبعد ذلك كما تشاهدون الآن لدينا كامفا برو ونحن الرقم 493 في هذا الفريق لأن في كل الفرق أو في هذا الفريق هناك 500 مقعد إذا وجدتم أن الـ 500 مقعد قد انتهت هنا شباب أو ستجدون رسالة بأن الـ 500 مقعد قد انتهت تعيدون أي كرة مرة أخرى بعد 12 ساعة حتى تجدوا فريق مزالة لديه مقعد في هذا الفريق وهو فريق خاص بالطلبة ستعملون لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر ثم سيتم غلق حسابكم كامفا برو فقط لما تنتهي المدة ويغلقون حسابكم ستعيدون أي كرة مرة ثانية بينغو تينغو كامفا ثم تقومون بحجز مقعد في فريق جديد وهكذا دولي بهذه الطريقة ستتحصلون على كامفا برو مجانا متى الحياة والآن للشرح الفيديوهات الخاصة بنا كل ما علينا فعله هو الذهاب هنا إلى جيري الفيديو نضغط عليها وبعد ذلك نضغط هنا على كريا أو بورتي لفيديو سنذهب إلى الملف الخاص بنا هذا هو الملف الذي قمنا بحفظ عليه الفيديوهات سنقوم بأخذ هذه الفيديوهات لكن علينا بتحميل 15 فيديو فقط في كل مرة إذن سأخذ هذه الفيديوهات هكذا حتى أصل إلى 15 فيديوه ثم سأقوم بتحميلها هنا أنتظروا الآن قليلا لكن انظروا هنا عندما قمت بتحميل 15 فيديو تم تحميل ثلاثة فيديوهات فقط والبقية لم يتم تحميلها والسبب هو أن علينا إثبات أويتنا لأن القناة الجديدة كيف سنفعل ذلك سأضغط هنا على الفيديو الأول الذي لم يتم تحميله بعد ذلك نضغط هنا على باليدين بعد أن نضغط على باليدين سنتحول إلى هذه الصفحة سنضغط هنا على سويفون ثم هنا نقوم بالتعليم على الخانة الأولى وبعد ذلك سويفون ثم هنا نضغط على هذه الخانة حتى نتلقى رسالة بريدية عبر عدوان البريد الإلكتروني الخاص بنا لكن على الآتف وليس على الكمبيوتر كما تلاحظون هنا بما معنى أننا علينا فتح الرابط الذي قام بإرساله على البريد الإلكتروني من جهاز الآتف الخاص بنا وبعدها سنقوم بأخذ صورة لوجهنا ثم سنقوم بإرسال الصورة من جهاز الآتف ثم سنعود هنا لنضغط على أوكي سأقوم بهذه العملية وأعود إليكم الآن شباب قمت بالعملية سأضغط هنا على أوكي الآن كل ما علي فعله هو الانتظار حتى يتم تحميل هذه الفيديوهات الآن سنتحول إلى كيفي تجعل اليوتوب ينشر فيديوهاتنا وثلاثة فيديوهات في اليوم وللقيام بذلك سنذهب إلى أول فيديو ونضغط هنا على موديفي لبريع نضغط عليها بعد ذلك سنقوم بهذه العددات بوضع عنوان للفيديو بوضع وصف للفيديو بوضع هنا هذا الفيديو ليس للأطفال وبعدها سنقوم بوضع أي كلمات المفتاحية هنا وأيضا قمت بشرح كيفي ترفع الفيديوهات بالتاريخة سعية على قناتنا في اليوتيوب وسأضع لكم الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو أقوم بهذه القطوات وأعود إليكم لاعظوا هنا يا شباب قمت بوضع عنوان للفيديو أيضا قمت بوضع وصف للفيديو وأيضا قمت بوضع الأشتاغ هنا للفيديو الخاص بي الآن سأضغط على سويفون الآن كل ما علي فعله هنا في العنوان سأضع إصباس صغير وبعد ذلك سأضع شورتس حتى يتم تصنيف الفيديو الخاص بي كفيديوهات شورتس أو فيديوهات قصيرة بعد ذلك أضغط هنا على سويفون ثم بعد ذلك أضغط على سويفون هنا تلاحظون أنه لا يوجد حقوق طبع ونشر أضغط على سويفون وبعد ذلك هنا شباب سأضغط على برغرامي وهنا كما تلاحظون عشرون من هذا الشهر ثلاثة وعشرون يعني يوم غد أنا أريد أن يتم نشر هذا الفيديو اليوم سأضعه على تسعة عشر وبعد ذلك هنا سأضعه الوقت الآن الوقت الثامنة وخمسة دقائق سأضعه الثامنة وخمسة عشر دقيق وبعد ذلك شباب سأضغط هنا على بورجرامي والآن فرمي يعني هذا الفيديو كما تلاحظون سيتم نشره بعد عشر دقائق بعد ذلك أذهب إلى الفيديو الثاني مودي فيه لبريعون وأقوم بنفس الخطوات عنوان ووصفها كلمات مفتاحية ثم سأضعه بعد أربع ساعات وبعد ذلك أذهب إلى الفيديو الثالث وأضعه بعد سبع أو ثمانية ساعات وبهذه الطريقة اليوتيوب سيقوم بنشر ثلاثة فيديوهات في اليوم بهذه الطريقة شباب ستكون هناك حركية على القناة الخاصة بكم واليوتيوب سيقوم بتنشيط القناة الخاصة بكم أيضا وستظهر فيديوهاتكم في محركات البحث على اليوتيوب وبالتالي ستحققون مشاهدات وستحققون أيضا قناة اليوتيوب نذهب مباشرة ونقوم بنشر الفيديوهات على السوشيال ميديا سأجرب معكم شباب هذه الطريقة لمدة شهر وبعد ذلك سنرى النتائج معا إلى هنا شباب نأتي لنأتي هذه الحلقة أتمنى أن يكون الشرح واضح كما أتمنى أنكم استفدتم من هذا الشرح وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله